السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونسهلا بكم أعزائنا طلاب الثالث المتوسط راح نبلش إياكم إن شاء الله بعد ما شرحنا الفصل الأول بشرح الفصل الثاني الدرس الأول اللي هو ضرب المقادير الجبريين طبعا ضرب المقادير الجبريين قسم إلى قسمين القسم الأول اللي هو ضرب مقدارين جبريين كل منهما من حديين والقسم الثاني اللي هو ضرب مقدارين جبريين كل منهما يتكون من ثلاثة حدود فرح نبدأ بأول حالة اللي هو ضرب مقدارين جبريين كل منهما من حديين صفحة 29 قبل كل شي لازم نعرف شن المقدار الجبري قبل لا نبدأ بالموضوع المقدار الجبري اللي هو أخذناه سابقا مثلا عندي 2x هاي الاثنين x هذا نسميه مقدار جبري نسميه مقدار جبري بحيث هذا الاثنين x ينقسم إلى قسمين الاثنين والأكس الاثنين اللي هو العدد نسميه معامل والأكس اللي هو الحرف زيان اللي نسميه القسم الرمزي الرمزي فبالتالي الحد الجبري يتكون من معامل زائد قسم رمزي هذنين اثنين راح نقول عليه هو حد جبري واضح؟ زيان إذا عندي حد جبري حد جبري زائد أو ناقص حد جبري ثاني هذنين الحدين الجبريين اثنيناتهم من اثنين وأكثر نقول عليه مقدار جبري مقدار جبري إذن المقدار الجبري يكون على الأقل بحدي جبريين فأني هذن قاعدة أحتي على المقادير الجبري يعني معناتها من حدين فما فوق فعندي أول حالة ضرب مقدارين جبريين من حدين يعني عندي كل مقدار جبري به حدين أريد أضربهم واضح؟ أريد أضرب هذنين المقدارين الجبريين فعندي المثال الأول اللي هو فقر التعلم صفحة 29 موجود عندي يقول حوطت حديقة منزلية مربعة الشكل الطول ضلعها H بممر أرضه واحد متر ما مساحة الممر بدلالة H فأني حتى أطلع مساحة الممر بدلالة H لازم أول شي نكتب الفرضية مادية اللي عندي فأني خلي ببالك بما أنه هي الحديقة المنزلية مربعة الشكل الطول ضلعها H يعني طول الضلع H حوطناها بممر عرضه متر يعني هاي الـ H زودناها واحد ليش لين عرضه متر واحد فصار العرض مع الحديقة مع الممر هو 1 زاد H يريد من عندي مساحة الممر بمعنى وهي مربعة الشكل وإحنا نعرف مساحة المربع يساوي طول الضلع في نفسه يعني طول الضلع في طول الضلع فاش راح أستنع دباي الحالة؟ أو أقدر أقول مو طول الضلع في نفسه أقدر أقول طول الضلع تربيع تمام؟ فأني من أجي أقول هسا مساحة الحديقة مساحة الحديقة مع الممر تساوي طول الضلع اللي هو واحد زاد H وتجمع بدالي يعني H زاد واحد والكل تربيع المشكلة اللي راح أصر عندي شنوع؟ الحديقة دايجي أرسمها آني زين اللي هي مربعة الشكل من نضيف على الضلع مالتها أو نحوطها بممر راح تتحوط من الجهتين من اليمين ومن اليسار يعني راح تزيد واحد وزيد واحد مرتين يعني إيج قد يصيد طول الضلع؟ يصيد طول الضلع هو H زائد 2 واضح؟ ليش؟ لأنه مثلا عندك هذا طول الضلع فمن تحوطها راح يزيد منها واحد وراح يزيد منها واحد إذا جيت على طول الضلع راح يزيد منها واحد ويزيد منها واحد فإزقال زاد زاد 2 فإذن مساحة الحديقة مع الممر هو H زائد 2 الكل تربيع ليجد مساحة طور الضرع في نفسه ما دام عندي قوس تربيع يعني معناته شنو معناته هذا القوس متكرر مرتين H زائد 2 H زائد 2 صار عندي قوسين مثل ما أخذت في الفصل الأول ترتيب العمليات من عندي قوسين لازم أوزع صح إذن نضرب H في H والH في الاثنين الاثنين في الاثنين في الاثنين في الاثنين توزيع اعتيادي الأول بالأول والأول بالثاني والثاني بالأول والثاني بالثاني الأقواس موجبة عند الإشارات موجبة فH في H من تضرب حرف في حرف عند الضرب تجمع الأسس فH في H H تربيع H في اثنين 2 H 2 في H أيضا 2 H و 2 في 2 أربعة صارت عندي هذا بعد التوزيع H H ال H تربع ينزل هذا 2 H وهذا 2 H يجمعون لأن نفس الحد الجبري ف2 H و 2 H قد يطوني أربعة H زائد أربعة دي بالك ال H من تجمع هذا ال H و هذا ال H تجمع بس الأعداد الأسس ما لك علاقة بها زيان؟ القوة بس بالضرب عنده الضرب تجمع الأسس بس صارت عندي صارت عندي H تربيع زيان؟ زائد أربعة H زائد أربعة تمام؟ هاي شنو؟ شتمثل مساحة الحديقة مع الممر زيان؟ هو بالسؤال راد من عندي؟ راد مساحة الممر مساحة شنو؟ الممر فمساحة الممر شون أحط اللحة؟ تبع عليه مساحة الممر مساحة الممر تساوي مساحة الحديقة مع الممر كلها مساحة الحديقة مع الممر ناقص زيان؟ ناقص نفسه هو طول الضلع ماتي طول الضلع اللي هو تربيع يعني مساحة المربع أو مساحة الحديقة نقدر نقول هاي مساحة الحديقة إذن حتى عرف مساحة الممر اش راح أقول؟ مساحة الحديقة مع الممر ناقص مساحة الحديقة مساحة الحديقة هو طول الضلع تربيع يعني طول الضلع في نفسه ومساحة الحديقة مع الممارسة ونطلعتها فاش راح اقول H تربيع H تربيع زائد 4H زائد 4 ناقص طول الضرع التربية يعني H في H H تربيع اجي هذا H تربيع سالب وهذا H تربيع موجب واحد موجب واحد سالب يروح فاش يبقى عندي 4H زائد 4 هاي تمثل مساحة الممار اللي يرادة من عندي واضح اذا دائما من يطلب من عندي اي معلومة من المعلومات لازم تركز في اللي يريده فهذا السؤالات هو مساحة الممار فان شو نطلع مساحة الممار لازم اول شي اعرف مساحة الحديقة وين الممار كلها ومساحة الحديقة اني عندي هو طول الضرع تربيع بعدين انقصهم يطلع لي مساحة الممار هاي بالنسبة للمثال الاول مثال عبارة عن مسألة طيب عندي المثال الثاني يقول جد ناتج ضرب مقدار جبري في مقدار جبري كل منهما من الحديين يعني منطيني هاي لست مقادير جبرية وطالب من عندي ايجاد ناتج ضرب مالتهم فراح نبدي انحلهم واحد واحد اذا المثال الثاني صفحة 29 نجي على اول نقطة منطيني اكس زائد واي الكل تربيع احنا متفقين طلاب من ينطيك قوس فوقات تربيع هذا معناته انه هذا القوس متكرر مرتين يعني هاي الاكس زائد واي متكررها مرتين مع نفس الاشارة دير بالك مو تغير الاشارة اذا اكس زائد واي اكس زائد واي كرارتها مرتين مفهوم زائد ننتقل على الخطوة اللي بعد انا ما دام عندي قوسين يعني عندي توزيع يعني الاول بالاول والاول بالثاني الثاني بالاول والثاني بالثاني مع الانتباه الى شغلة الاشارة بما انه الاقواس موجبة فالاشارة كلها راح تصير موجبة اذا ما اقدر يعني مثل ما نقول ما دوق نفسي فرأس المباشرة مثل اكس في اكس هي اكس تربيع يعني قلنا من نضرب اكس في اكس عندها ضرب تجمع الاسس فهذا الاكس السواحد وهذا الاكس السواحد في اكس في اكس تطيني اكس تربيع اكس في واي تطيني اكس واي او واي اكس نفس الشي خلصت من الاول انتقل على الثاني واي في اكس واي في اكس هي اكس واي زائد Y في Y Y تربيع بعد ما ضربتها مكملت أسا شنسوي نشوف إذا أكو حدود جبرية متشابهة ناخذها سوء تلاحظ أنه هذا الـ X ما يشبه الـ Y ولا يشبه الـ X-Y وهذا الـ Y تربيع لا يشبه الـ X-Y ولا يشبه الـ X زياد هذا الـ X-Y يشبه هذا الـ X-Y لأنه ثانياتهم هم مش شابهين لأنه ثانياتهم نفس الحق نفس القص فأقدر أجمعهم فاش راح نقول يساوي الـ X تربيع تنزل X-Y زائد X-Y تطين 2 X-Y وهذا الـ Y تربيع تنزل إذا هذا فيما يخص النقطة الأولى من المثال الثاني عندي النقطة الثانية X-Y كل تربيع شلون الفوق لكن عندي عملية طرحة أول شغلة راح نسويها أنه هذا القاوس أكرر مرتين مع الانتباه أنه يبقى نفس الإشارة دير بالك لأن هذا إذا أسة واحد وهذا أسة واحد من تضربهم راح يرجعوا يصيرون اثنين واضح؟ عند الضرب تجمع الأسس إذا كانت الأساسات متساوية فراح أجهزه أوزع ودير بالك هنا منه توزع لازم تنتبه لأن الأقوات سوالب زين ما راح نسوي؟ راح نيجي ناخذ هذا أول واحد اللي هو الـ X نضربه بالأول ونضربه بالثاني مع الانتباه إلى شغلة الإشارة موجب في موجب موجب X في X X تربيع موجب في سالب سالب X في Y X Y خلصت من عذه هسا أجي على ثاني واحد دير بالك اللي هو من هو؟ سالب Y هو الإشارة مالته ينضرب الأول ينضرب بالثاني سالب Y في موجب X يطيني سالب X Y سالب Y في X يطيني سالب X Y سالب في سالب موجب Y في Y Y تربيع هسا أجي مرة ثاني ألاحظ أنه هذا X تربيع ماكو أحد يشبهه وهذا ال Y تربيع ماكو أحد يشبهه هذولا بالوسط راح ينجمعون ليه يشي ينجمعون لأن الإشارة نفسها مش شابه إحنا قلنا إذا كانت الإشارات متشابهة ننزل إشارة التشابه ونجمع فالX تربيع تنزل سالب 2 X Y زائد Y تربيع هذا فيما يخص النقطة الثانية ننتقل إلى النقطة الثالثة النقطة الثالثة منطيني قوسيا زيان مقدارين جبريا كل واحد منهم يتكون من حديا والإشارات مالتهم مختلفة انتبه على الإشارة أيضاً راح أوزع موجب X في موجب X موجب X تربيع موجب X في سالب Y سالب XY خلصت من الأول انتقل على الثاني موجب Y في موجب X موجب XY موجب Y في سالب Y سالب Y تربيع راح أعيد X في X X تربيع X في سالب Y سالب XY Y في X XY Y في سالب Y سالب Y تربيع وزعت توزيع تيادي أكمل X تربيع تنزل صارت عندي شغلة جديدة صح هاي الXY تشبه هاي الXY بس راح أناقصهم من الإشارات مختلفة فXY نقص XY صفر راحت فدائماً إذا كانت الإشارات مختلفة نطرح اجتمال يروح العدد يصر صفر ناقص Y تربيع تنزل هذا فيما يخص النقطة الثالثة نجي عن النقطة الرابعة منطيني قوسي عبارة عن مقدارين كل مقدار يتكون من حدين أيضاً راح أجيوز موجب X في موجب X موجب X تربيع موجب X في موجب 5 موجب 5X موجب 3 في موجب X موجب 3X موجب 3 في موجب 5 موجب 15 تلاحظوا شوان؟ يعني X في X X تربيع X في 5 5X 3 في X 3X 3 في 5 15 أكمل هذا الـ X تربيع ماكو واحد مثل X تربيع ينزل هنا عندي بالوسط X معاملها 5 و X معاملها 3 ثلاثة والإشارات جمع ثنياتاً موجبات فراح أجمع ثمانية خمسة زاد ثلاثة ثمانية يطين ثمانية X زاد 15 لأن الـ 15 ماكو واحد يشبهها تنزل هذا فيما يخص النقطة الرابعة من المثال الثاني النقطة الخامسة نفس الحالة راح أجيوزع نفس الحالة X في X X تربيع X في سالب 6 سالب 6X ثم موجب في سالب سالب 2 في X 2X وتكون موجب 2 في 6 سالب سالب 12 راح عيد موجب X في موجب X موجب X تربيع موجب X في سالب 6 سالب 6X موجب 2 في X موجب 2X موجب 2 في سالب 6 سالب 12 راح نكب الـ X تربيع ينزل الحدي أنه بالوسط هذا الـ X يمّه سالب 6 وهذا الـ X يمّه موجب 2 فالعوامل للإشارات مختلفة الـ X لا نعلاق به هو نازل الـ X بس يبقى المشكلة وين يمّه الإعداد يمهم هذا سالب 6 وهذا موجب 2 نأخذ إشارة الأكبر ثم نطرح 6 تروح من إعداد 2 تبقى 4 يعني سالب 4X ناقص 12 نزل خلصت من النقطة الخامسة نجح عن النقطة السادسة نفس الحالة X في X X تربيع X في سالب 4 سالب 4X سالب 1 في X سالب 1X وسالب 1 في سالب 4 موجب 4 لأن سالب في سالب موجب واضح؟ زين نجح عن الخطوة اللي بعدها الـ X تربيع ينزل ماكو أحد يشبهها هاي السالب 4X وهاي السالب X نفس الحدد جبري هذا يما أربعة وهذا ماكو يما شي يعني واحد والإشارات منتشابهة إذا كانت الإشارات منتشابهة ها نجمع فسالب أربعة وسالب واحد ينطيني سالب 5X زاد أربعة هذا فيما يخص النقطة السادسة من المثال الثاني طيب عندي المثال الثالث يقول جد ناتج ضرب المقادير الجبرية منطيني أيضا ست نقاط طبعا بالكتاب مختصر الخطوات يعني مباشرة منطق الناتج فإحنا إذا نجي هسه على المثال الثالث جد ناتج ضرب المقادير الجبرية نبدي بأول مقدار جبري منطيني زاد زاد ثلاثة لكل تربيع فهذا معناته شنو؟ أنه هذا القوس راح ينفتح مرتين زين؟ ويتوزع لكن إذا أجابه على الكتاب مباشرة منطيني الناتج شنو الطريقة المستخدمها حتى يقدر يحل القوس بدون ما يوزع إحنا نقدر نسوي قوسيا ونوزع مثل ما قلنا لكن خلي بالك عزيزي الطالب أكو شي مبسطلح جديد نسميه مربع حدانية راح أكتبك يا هنانا مربع الحدانية شنو معنات مربع الحدانية؟ مربع الحدانية مثلا عندي مقدار جبري مثل هذا فوقها تربيع يعني حدانية فوقها تربيع فهذا بيها قانون شنو القانون المالسة؟ راح نكتب على شكل رموز حتى يصير سهل مثلا عندي حد أول اسمه A زائد أو ناقص حد ثاني اسمه B الكل تربيع فحسب المربع حدانية شي يقول مربع الأول يعني الأي أربحها نفس الإشارة موجب أو سالب زين؟ الثنين في الأول في الثاني يعني الثنين في A في B زائد مربع الحد الثاني هذا دائما زائد اللي هو B تربيع هذا القانون اللي هو يسمونه قانون مربع الحد دانية شو كتستخدمه؟ مستخدمه إذا عدنا قوس من حدين فوقها تربيع شوان هذا؟ Z و ثلاثة حدين وفوقهم تربيع أقدر من خلال هذا القانون بدلا ما أوزع و أسوي قوسين أقدر أحلق قبله بخطوة وحدة فرح نجي نطبق هذا القانون هنا الـ A و B عندك الـ A اللي هو هذا الزت و الـ B اللي ثلاثة فحسب القانون أول شيء أربع الـ A يعني أربع الزت فالزت من أربحها رح أصير زت تربيع موجب أو سالب نفس الإشارة يعني الإشارة مارقوس قالي عندي هنا للموجة بأكتب موجة عندك سالب تكتب سالب الثنيا نضربها بالـ A و نضربها بالـ B إذن C هي هاي الثنيا للفوق أضربها بالـ Z والناتج إنها هي أضربها بالـ 3 زيان؟ أو بالبداية أضربها بالرقوم وبعدين أضربها بالحرف عادي يعني الثنيا فيه 3 هي 6 6 فيه Z هي 6 Z أو يعجبك تقول الثنيا فيه Z هي ثنيا Z فيه 3 6 Z ما فيها متأسوي كيها خطوطين خنسويها خطوطين الثنيا في الأول في الثاني حسب القانون يعني الثنيا نضربها في الأول اللي هو Z و نضربها في الثاني اللي هو لـ 3 isso é Z حتى تميزها عن الثنيا زائد هي دائما زائد هذا مربع الثاني يعني B ربعليها اللي هي مني اللي ثلاثة سوية لها 9 لأنها 3 في 3 تلاثة يحتاج لشوية ترتيب بعد Z تربية تنزل الثنيا في Z فيه 3 يعني الثنيا في Z ثنيا Z فيه 3 هي 6 Z اللي كتبتها قبل شمياني زائد تسعة إذن خلصت الحل هذا فيما يخص النقطة الأولى دائما من عندي قوس في وقت تربيع أستخدم هذا القانون يعني المثال القبلة اللي استخدمت وياه توزيع أقدر أستخدم وياه هذا القانون إذا قوس تربيع نجعل النقطة الثانية اتش ناقص خمسة تربيع نفس الحالة راح أستخدم وياه هذا القانون مربع الأول يعني مربع الاتش اتش تربيع نفسي الإشارة غadım tras convert two يعني الاثنين نضربها في الأول اللي هو الاتش ونضربها في الثاني اللي هو خمسة زائد مربع الحد الثاني الخمسة وتربيعها سوصلي خمسة تربيع يعني خمسة وعشرين خمسة Hay 5 25 أرتب الاتش تربيع تنزل 30 ي Bloom obras star تستطيع من البداية كتب لي 10 h 不是 هذا القالية ليس لم يخص نقطة الثانية النقطة الثالثة ما أقدر استخدموا يهم ربما حدان إنها قوسيا مختلفات فلازم أوزع التوزيع طلاب يرهم للكل يعني محالة خاصة يرهم للكل راح أوزع 2x في 2x انتبه لي نضرب العدد في العدد والحرف في الحرف 2 في 2 4 وx في x إذن 2x في 2x هي 4x 2x في 7 انتبه لي هنا طبعا موجب 2 في 7 14 هنا ماكو حرف فيب ينزل الـ x سالب في موجب سالب 7 في 2 14 وهاي الـ x ماكو واحد يام هي تنزل سالب في موجب سالب 7 في 7 49 زياد 7 في 7 49 أسا يجي أبسط بعد أكثر الـ 4x تربيع تنزل ألاحظ أنه هاي الـ 14x تشبه هاي الـ 14x لكن وحدة موجب وحدة سالب إذن صفر يروحا ما يبقى عندي يبقى الـ 49 ينزل الـ 49 هذا فيما يخص النقطة الثالثة نجح عن نقطة الرابعة 3y زائد 1 وy زائد 2 أيضا لازم أوزع 3y في 1y لأن هنا ماكو كل شيء يعني 1 ف3 في 1 و3 وy في y y تربيع 3y في 2 ما دام الإشارات كلها موجبة فأني ما داوخ نفسي موجب فيه موجب موجب 3 في 2 6 والـ y ينزل 1 في y هي الـ y نفسها و1 في 2 2 شوفوا الإشارات كلها موجبة أجي أبسط بعد أكثر شون التفسط اللي يسان عندي أنه هذا الـ y نفس الحد لهذا ما الـ y يشبهه مش شابهين هذا المعامل ما لتا 6 وهذا المعامل ما لتا 1 والإشارات مش شابهين جمعوا 6-1-7 سائد 2 فصار عندي هذا الناتج هذا فيما يخص النقطة الرابعة زياد النقطة الخامسة عندي جذر شو أنا تعامل بيه؟ تبع عليه موجب فيه فيه سالب بيه فيه جذر Armor V في جذر اثنين وجذر اثنين فيهév هي جذر اثنين M موجب فيه سالب سالب جذر اثنين فيه جذر اثنين اخذناها بأول درس بالمحاضرة الأولى بالفصل الأول قدنا من نظره بجذر تربيعي فيه جذر تربيعي إذا الأعداد داخل الجذر مش شابهة وهو جذر تربيعي فيروح الجذر يبقى اثنين جذر تربيع للاثنين فيه جذر تربيع للاثنين تطين اثنين بدون جذر فيه تربيع تنزل هذا الفي يشبه هذا الفي واثنيناتهم جذر اثنين بس الإشارة واحدة سالبة واحدة موجبة فإذا الإشارات مختلفة يعني صفر شي يبقى عندي سالب اثنين نجعله ما يخص النقطة الخامسة خلصناها عندي النقطة السادسة نفس الحال راح أوزع N في خمسة N خمسة N تربيع N في سالب جذر ثلاثة سالب جذر ثلاثة سالب جذر ثلاثة في خمسة N سالب خمسة جذر ثلاثة N لأن الخمسة وهي جذر ثلاثة ما ينضربون هذا جذر وهذا ما عنده جذر سالب في سالب موجب جذر ثلاثة في جذر ثلاثة ثلاثة بلا جذر نكملها قطوة البعض خمسة N تربيع ينزل هذا ال N وهذا ال N مش شابهين واضح هذا المعامل مالته خمسة جذر ثلاثة وهذا المعامل مالته واحد جذر ثلاثة والإشارات مش شابهة دائما من الإشارات مش شابهة نجمع فواحد زائد خمسة ستة ست مرات جذر ثلاثة N زائد ثلاثة واضح؟ واضح؟ إذن جمعت العوامل اللي هي الواحد وهي الخمسة صارة الستة والجذر ثلاثة نزل وال N نزل وهذه الثلاثة ما كواحد يشبهها نزل إذن هذا فيما يخص المثال الثالث وإحنا نكون علينا وشرحنا الجزء الأول من موضوع ضرب المقادير الجبرية اللي هو ضرب مقداريا جبريا كل منهما يتكون من حديا إن شاء الله نتظرنا في الدرس القادم رح ناخذ المقادير الجبرية اللي تتكون من حديا في ثلاثة حدود يا رب نتمنىكم إن شاء الله التوفيق والنجاح الله هم آمين وانتظرنا إن شاء الله في الدرس القادم في آمان الله شكرا للمشاهدة